وغياب الحكومة وأول حاجة عاوز أتكلم فيها موضوع فضيحة رشوة الشركة الألمانية لمسؤولين في مصر لإتمام مشروع ب120 مليون جنيه الرشوة كشفت في ألمانيا والنائب العام الألماني بيحقق فيها وشركة فروشتال أحد أكبر شركات الحديد القضية أيضا فيها فساد ورشوة وفضيحة بكل المقييس والموضوع انتقل لمجلس الشعب والنائب العام والناس من حقها تعرف أسماء المسؤولين اللي خدوا الرشاوي دي والحكومة لازم تعلن أسماء الفاسدين المرتاشين في القضية ولا يجب التسطر عليهم قضية الرشوة الألماني جات ولسه قضية رشوة شركة مرسيدس موجودة والمسؤول الكبير اللي كان بياخد رشاوي من مرسيدس علشان يسهل صفقتهم موجود ومعروف والنائب العام بيحقق وبعض النواب سألوا في المجلس وحتى الآن الاسم لم يعلن ونتمنى انه يتم فتح هذا المسؤول الفاسد الناس محتاجة تعرف بعد رشوة مرسيدس والحديد ان بالفعل الحكومة لا تسطر على أي فاسد مهما كان موقعه وأكرر مهما كان موقعه حتى لو كان جوه الحكومة وخرج مرر الحكومة طالما لسه على قيد الحياة لازم يتحاسب أظن الكلام واضح كمان موضوع أرض جزيرة أمون اللي اشتراها وزير لشركته من هيئة تتبعه وفي قضايا أخرى عن وزراء متورطين في أعمال مع الحكومة أو مع وزارتهم بالمخلفة للقانون وكلام بقى عن صفقات فاسدة في الأراضي متورط فيها رجال أعمال كبار وأعضاء مجل الشعب وأملك الشعب يتم نهبها وتوزعها بالتواطق مع الفاسدين رحة الفساد كبيرة والأمر محتاج إجراءات ومواقف محترمة وفتح وتحقيقات ومحاسبة الفاسدين الكبار مش بس تقديم كبشفدة في كل قضية وكرر يجب محاكمة جميع الفاسدين مهما كان حجمهم وأي أن كانت موقعهم محكمة القضايا الإداري بتقضي ببطلان عقد بيع أرد مدينتي لإهداره مليارات الجنيهات على الدولة والناس بتقول كانت فين الحكومة وفين الرقابة دي حكومة أيمة على الإهدار ومصرها البطلان أزمة العلاج على نفقة الدولة مستمرة والحكومة بترفض الإعلان عن أسماء النواب المتورطين في القرارات والناس بتقول المتستر على المجرم شريك والخطر ما بقاش بس في الفاعل الأصلي الخطر في الشركاء المخفيين ولازم يتم إعلان أسماء النواب الفاسدين الجهاز المركزي للمحاسبات بيكشف خسائر بالمليارات في الشركة القبضة للصناعات الكيموية والناس بتقول طبعا لازم الشركات القبضة تخسر طول ما فيها بعض المسؤولين الأبضين ومحدش بيقبض عليهم أخطاء بالجملة في البطاقات الزكية والطوابير لا تنتهي والناس بتقول طبعا لازم الطوابير تستمر علشان الحكومة زواغت وعايزة طبور زنب الدكتور فاتح سرور رئيس مجرس الشعب بيقول أن بعض النواب أساءوا في استخدام العلاج على نفقة الدولة والناس بتقول طيب لم تحسبوش واللي أساءوا يتحكموا واللي سرقوا يروحوا بمحكمة علشان يكونوا عبرة لغيرهم ولا الفاسدين بالحصانة على رأسهم ريشة نلتقي بعد الفصل موسيقى